ما لاحظتوا ان صرنا نشترك بس في الخدمات الالعاب المتعددة زي اكس بوكس جيم باس و بلاي ستيشن بلاس وذي الأشياء يعني ما صرنا نشتري ألعاب زي أول والصراحة لما لاحظتوا هذا الشي قعدت كذا تخيل مستقبل الألعاب أحس أنه مره مظلم ما راح نقدر نملك ألعاب مرة ثانية الظاهر أو أساساً أساساً إحنا الحين أصلاً ما نملك ألعاب كيف الألعاب أساساً وصلت للمرحلة ذي بدأت كذا كأشغطة وأشياء مادية نقدر نمسكها كذا شريط حقك انت محد يقدر ياخذ منك أي شيء يقدر تعطيه لولد عمك يختم أم اللعب عشرين مرة ويكسر أم شريط إلى برامج كذا وأشياء غير مادية فاهم أنت ما تملكها وهذا هو موضوعنا اليوم ليش نحن ما صرنا نملك الألعاب بس قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وخلونا نخش في الفيديو في البداية لو رجعنا للثمانينات راح نلاحظ أن الشركات الألعاب أساساً من زمن قاعدة تحاول تسوي نظام منه اشتراك والعاب وزي كذا زي شركة ميتل مثلاً اللي كانت تسوي زي الشبكة كذا فيها مجموعة من الألعاب لازم تشترك فيها عشان تقدر تلعب بس ما هي الشركة الوحيدة اللي جربت الشيء ذا حتى أتار يسويوا نفس الشيء تقريباً وبالتسعينات نينتندو وسيغا سووا نفس النظام برضو سيغا سووا سيغا شانل واللي هي عبارة عن شيء كذا تربطه بالتلفزيون يخليك تقدر تلعب مجموعة من الألعاب كذا معينة وكل شهر يقعد يتجدد عشان تجدد الاشتراك وبرضو نينتندو سووا هذا الجهاز اللي تقدر تربطه مع الأقمار الصناعية كذا حرفياً وتقدر أنك تلعب ألعابهم تستخدم خدماتهم وذي التقنية كانت مرة متطورة تعتبر ومع مرور السنوات شركات الألعاب لاحظت أنه هذه التقنية مرة مربحة وكويسة وأنه لها مستقبل في عالم الألعاب كذا ولا كذا الألعاب كلها راح تتحول عشان كذا الشركات كلها حاولت أن تسوي هذا الشيء وعلى بداية الألفين ظهرت خدمة الجيم فلاي والفكرة أنك تقدر تشترك عندهم زي الاشتراك كذا تقدر تطلب أي لعبة أنت بغاها من ألعابهم فهمت ويوصلوها لك لين البريد حقك لين عند بيتكم والموضوع تقريباً أخذ أربعين سنة لين ما انتشرت الخدمات ذي وسيطرت على أم سوق الألعاب Game Pass, Ubisoft Plus, EA Play, PlayStation Now, Apple Arcade الخدمات ذي صارت تقريباً كل الشركات تستخدمها بس كل شركة عندها شكل وطريقة معينة بس هذا الشيء ما يقتصر بس على سوق الألعاب أو على الألعاب وزي كذا لو نرجع بالزمن ونشوف كيف التلفزيونات مثلاً راح تلاحظوا أنه أول ظهور كان للتلفزيونات كذا كانت حرفياً قمر صناعي يلتقط ثلاث إشارات يطيك كذا ثلاث قنوات بس تقدر تستخدمها أو تقدر تتابعها يعني بمجرد أنك تشتري أي تلفزيون كذا تقدر تتابع القنوات ذي يعني أنت زيك زي أي واحد مع تلفزيون ما تدفعوا لشيء بس تدفع تكلفة التلفزيون وتتفرج اللي تبغاه لكن في عام 1972 في شركة اسمها HBO هذه الشركة سوى سلك يقدر يوصلك القنوات أكثر بس القنوات ذي مدفوعة باشتراك يعني أنت تدفع اشتراك كذا شهري عشان تقدر تتابع القنوات هذه وطبعا شركات ثانية شافت الموضوع مره مربح وزي كذا فقلدتها وبنهاية الثمانينات صار في 53 مليون بيت في السلك هذا حق الاشتراك وبعد خمسين سنة تقريبا صارت كابلات التلفزيون ذي والتلفزيونات أصلا بشكل عام صارت موضع قديمة وخلاص ما عدا حد يتابع تلفزيون الحين إلا نادر أن يعني فهذا صار بزنس قديم لكن الحين انتقلنا للموضوع مره مختلف الحين صارت تقدر تشوف ملايين ومليارات القنوات والأفلام والمحتوى وكل شيء ومجرد أنك تشترك اشتراك معين حرفيا نتفليكس يوتيوب برايم شاهد أي منصة في العالم تقدر تشترك فيها وتتفرج الأفلام اللي تبغاها فالموضوع صار بزنسي ببحت ايجي بست لا لا اذا امبوستر شوفوا كيف الموضوع تطور بعالم التلفزيونات بشكل مرعب مرة الان صار كل شيء حرفيا تتفرج عليه لازم أنك تشترك إذا تتوقعوا الموضوع وقف هنا شركات كلها بدت تسوي نفس الشيء شركة مرسيدس حق السيارات المعروفة قررت أن تضيف خدمات جو السيارة نفسها ما تقدر تستخدمها إلا إذا اشترك تشتراك معين تخيل يعني فوق أنك شاري السيارة أنت أصلا بفلوسك وهي أصلا غالية تدفع فلوس إضافية عشان تقدر تفتح خدمات معينة أكيد أنت بتقول مين الغبي اللي رح يشترك بشيء زي كذا تدري إنه بسنة 2022 ربحت مرسيدس فوق البليون دولار من الخدمات ذي بس بدون بيع السيارات بدون أي شيء وطبعا بسبب مرسيدس شركات كثيرة حق السيارات فكرت إنها تسوي نفس الشيء وممكن في المستقبل يكون فيها نفس الشيء فالواضح كذا أنه موضوع الخدمات المدفوعة ذي أو الاشتراكات ذي مستحيل ينقرض أبدا وزي أي صناعة طبعا صناعة الإلعاب برضو ينطبق عليها نفس الشيء في بداية الموضوع كنت تشتري سي دي كذا تملكه أنت مليون في المية تقدر تكسر السي دي تولع فيه ترميه في الشارع تعطيه لولد خالتك اللي قلت لك عليه عشان يختمه حرفيا الحين الألعاب الرقمية إذا تتوقع أنك أنت تملكها ترى أنت ما تملكها إذا دخلت شفت ستيم على سبيل المثال وشفت قوانين ستيم راح تلاحظ حرفيا أنه مكتوب أنك أنت ما تملك المحتوى هذا أو الألعاب هذه اللي أنت راح تشتريها لكن أنت عندك تصريح أنك تقدر تلعب فيها فحرفيا إذا خلفت أي قانون من قوانين ستيم فممكن يحذفوا حسابك اللي أنت دافع على دم قلبك كذا بلمح البصر عارفين في ناس حرفيا حساباتهم دفعوا عليها فوق الخمسة آلاف دولار كذا وانحذفت وطارت أم الألعاب وعينك ما تشوف إلا النور يا حبيبي أكيد أنت بتقولي يلا على الأقل أنا أشتري سيديات هي يجيبني تفكيرك بس ترى السيديات برضو أنت ما تملكها على فكرة لو اللعبة اللي أنت قاعد تلعبها أونلاين فأنت شاري السيدي عشان تحطه بس في السيتاب كذا وتصوره وتنزل السوريات كل يوم بس هذا هو الشيء الوحيد اللي راح تستفيد منه لأنه حرفيا برضو إذا خلفت قانون أي لعبة أو سويت مخالفة زي كذا راح يعطوك باند وما تقدر تخش سيرفراتها ولا تقدر تلعبها أبدا بس طبعا الشركات ما راح يستقعدوا لك للدرجة ذي إنهم يقعدون يراقبون كل واحد وتسووا مخالفة أو الشيء زي كذا يحذفون حسابه سيعني علمناك يعني نو علمناك وفي شركات حرفيا ممكن تحضرك لأنك مو قاعد تستخدم حسابك زي مثلا يوبي سوفت اللي اللاعبين لاحظوا إنها قاعدة تقف الحسابات اللاعبين اللي ساحبين على اللعبة أو اللي ساحبين على الحساب يعني حرفيا إذا ساحبت على الحساب حقهم راح يعطوك مهلة ثلاثين يوم عشان ترجع تستخدم الحساب أو تنشطه مرة ثانية ولو ما استخدمته أو نشطته في المدة ذي سلموا لي فحتى شركات زي يونيتي مثلا حق تطوير الإلعاب اللي فرضت رسوم فجأة كذا على المطورين أنه تدفع ألفين دولار في الشهر وطبعا المطور متورط لأنه أصم نولي يستخدم البرنامج تخيل أنت تقعد تطور لعبة ثلاث سنوات أو سنتين أو حتى كم شهر فجأة كذا يقولوا لك لا أدفع عشان تكمل تطوير أكيد ما راح تعيد الموضوع من البداية فهمت فما عندك خيار إلا أنك تدفع المبلغ ذا وطبعا المطورين عصبوا الناس عصبت وقالوا خلاص ومدريش بعدين نيونيتي قالت لهم لا لا خلاص بس هذه نوعدكم آخر رسوم نأخذها منكم وخلاص بعدها يعني تستخدموا زي ما تبغون وبعدها بكم شهر قالت أنها راح تأخذ نسبة على كل شخص يحمل اللعبة حقك عشان كذا لو أنت مطور غالبان قاعد تسمعني جي جي فالشركات نظامها كيف أنه أول شي تحاول لأنها تنشر خدمة مجانية أو شي مجاني وجمع أكبر عدد من الناس لما تخلي الناس دولة خلاص يحبون الخدمة حقتهم وكذا وهم أصلا في نصف الخدمة ذي ومرة متعلقين فيها وقتها تفرض عليهم رسوم فهم متورطين وغالباً راح يشتركون فأنت غالباً إذا وصلت هنا بتحطمت وقلت يا الله كل شي صار بفلوس والله شوف إذا نظرت للموضوع راح تلاحظوا أنه بالعكس الشي المستقبل إيجابي أكثر من السلبي من ذي الناحية بتقول لي كيف؟ أقولك أنه إحنا الآن في آخر العملية هذه إحنا خلاص في عملية النهب فهمت؟ فهذا الشي مرة كويس بنعكس علينا بشكل مرة كويس أولاً صار في خدمات والخدمات ذي صارت توفرك أكثر من لعبة تقدر تلعبها بدل ما تشتري لعبة واحدة بسعر غالي 70-80 دولار تقدر تأخذ أكثر من لعبة وبرضو الخدمات صارت تتنافس مع بعض فهمت يعني كل واحد ينزل سعره عشان الناس يشتركون عنده وبرضو ذه الشي صار يخدم مطورين الألعاب الإندي ليش؟ لأنه ألعاب الإندي صارت تنحط في الخدمات كذا كتكملة عدد فأنت بما أنك شاري الخدمة ذي بتضطر أنك تجرب ألعاب جديدة يعني أنا مشترك في الخدمة بجرب كل ألعاب أكيد فهذا الشي رح يعطي ألعاب فرصة هي ممكن ما كانت تأخذها وغير كذا أنه بتطلع منافسة وبيصير كل واحد يحاول ينزل السعر أكثر عشان يغري الناس يشتركون عنده وبيحاول أنه يجيب الجمهور فأحنا الحين بالعكس المستقبل قدامنا مرة كويس وبس والله كذا وصل لنهاية الفيديو أتمنى تعطوني رأيكم بالموضوع ذا وكيف تشوف مستقبل العلاب هل بيكون رهيب ولا بعد بنملك شي خلاص أنا أصم ما أملك نفسي خلاص صرت لا لا خلاص فضائيين سيطروا علينا وعطوني رأيكم في التعليقات وسبسكرايب ولايك وكومنتاتكم مرة حلوة ودائما أقدر أتقراها ورد عليها أتمنى أنكم تنوروني وبس والله سي يو وتهدين الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا أن ننسى لمن عشناه استسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما داما لما الفرياء